تعالوا نروح لأرقام استثنائية لمنتخبنا الوطن للكرة اليد في هذه البطولة بطولة أمم أفريقيا لكرة اليد أرقام يعني بص أنت بتتكلم في أرقام المنتخب كسرها على نفسه يعني منتخب مصر بيحق أرقام كسرية ويجي كسرها في هذه البطولة حاجة مدهشة تعال نشوف تعال نشوف الأرقام العظيمة اللي منتخبنا كسرها في هذه البطولة منتخب مصر كورتليات سجل 37 هدفا في المباراة النهائية ليصبح أكثر فريق تسجيلا للأهداف النهائي متخطينا الرقم الكواسي المسجل باسم الفرعنة أيضا ب31 هدفا في نهاية نسخة 2004 والذي انتهى 31-28 لمصر على حساب تونس فاز المنتخب المصر في النهائي بفارق 12 هدف وهو أكثر من فارق 6 أهداف عن الرقم المسجل باسم الجزائر أصبح أحمد الأحمر أكثر لاعب مصري تتويجا بلقب أمم أفريقيا برصيد خمس مرات أعوام 2004-2008-2016-2020-2022 أسطورة رفع منتخب مصر رصيده إلى ثمانية ألقاب وفضل فرعنة الشراكة مع المنتخب الجزائري صاحب السبعة ألقاب واقترب أكثر من تونس التي حصدت عشر ألقاب منتخب مصر حقق تحت قيادة الأسباني روبرتو برريندو لقب بطولة أمم أفريقيا للمرة الثانية على التوالي لثاني مرة في تاريخه منتخب مصر حصد لقب أمم أفريقيا في القرن الحالي للمرة الثادسة من 12 بطولة وقيمت منذ بداية الـ 2000 يعني 50% من البطولات بينما حصدت تونس اللقب خمس مرات مقابل مرة وحيدة للجزائر يلا تعالوا نروح بقى خلاص كده منتخب مصر تآهل مع أربع منتخبات أخرى من كاس الأمم الأفريقية إلى كاس العالمين من المنتخبات اللي ساعدت لكاس العالم من البطولة الأفريقية مصر وتونس والجزائر والمغرب والرأس الأخضر دي المنتخبات الخمس من الكاس الأفريقية اللي ساعدت لكاس العالم مصر بقى في كاس العالم فين؟ مصر هتوقع وقعت في المجموعة السابعة مع منتخبات كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية وتقام جميع مباريات منتخب مصر في السويد يوم الجمعة 13 يناير مصر وكرواتيا الساعة 8.5 مساء ويوم الحد 15 يناير مصر مع المغرب الساعة 6 مساء والسلساء 17 يناير مصر مع الولايات المتحدة الأمريكية الساعة 6 مساء بالمناسبة بيسعد تلات منتخبات للدول اللي بعد كده ومنتخب مصر أكيد يسعد للدول اللي بعد كده بإذن الله